ويا أهلين ومثل ما عودتكم كالخميس لازم نسوي معاكم طريقة حالة جدا سهل ولذيذ اليوم بسوي معاكم تارت البسكوت جدا هش وخفيف أول شي عندي ثلاث حبات من البيض ربع كوب من السكر وربع كوب من الزيت نخفقهم مع بعض بعدين راح أضيف عليهم نصف كوب من الحليب وتقريبا ملعقة صغيرة من الفانيليا سواء كانت السائلة أو البودر والآن نضيف عليها كوبين من البسكوت المطحون وملعقة كبيرة من الباكينغ بودر نخلط المقادير كلها مع بعض والآن نجيب صينية التارت راح أدهنها شوي بالزيت وننزل عليها خليط الكيك اللي سوينا نحاول نرتبه بالصينية بعدين ندخلها على الفرن من فوقه من تحت تقريبا 15 دقية وللطبقة البيضة عندي ربع علبة من النستلة أربع حبات من الجبن علبة من القشطة وضارف من الدريموب وكلهم على الخلاط لما تكون عندي كريمة ثقيلة بهذا القوام الجميل وهذا لون التارت بعد ما طلعناه من الفرن خليته شوي 10 دقايق بعدين شلت الصينية بعد ما برد شوي أضفت عليه خلطة الكريمة البيضة وللزينة أضفت عليه صاص الكرامل ممكن تضيفون الجليكسي أنه تلع على حسب رغبتكم سويت خطوط بالطول وخطوط بالعرض بعدين زينتوا بالسكين وبكذا التارت يكون معانا جاهز نخليها تبرد تقريبا ساعة بالثلاجة وبكذا تكون وصفتنا جاهزة للتقديم جدا هشة ولذيذة وعلينا وعليكم بالفعافية